مساء الخير متهيق لي مفيش إنسان النهاردة يقدر يستغنى عن التليفون بنشتغل بالتليفون بنحب بالتليفون بنحاول فلوس وبنحاسب بالتليفون بس يا ترى ينفع عن ربي ولدنا بالتليفون؟ التليفون وبس؟ ده السؤال اللي سألته النفسي وانا عمالة أقرأ قصة إكرام إكرام بطل قصة حقيقة النهاردة اللي بعثت تقول لنا بقالي تلاتين سنة علاقتي بأمي تليفوناته بس طب لي مش بيتقابلوا؟ المدة دي كلها قاعدين بيعملوا إيه؟ تعالوا نسمع قصة من الأول ونشوف إكرام بعثت تقول لنا إيه؟ اسمي إكرام عندي 47 سنة ولسه أناسة والدي وولتي من الأرياف بس اتجوزوا وعاشوا في القاهرة مدة طويلة بحكم ظروف شغل بأبو وفي فترة إقامتهم في القاهرة أمي خلفتني وعيشت معاهم لحد ما بقى عندي 14 سنة لحد ما الخلافات اللي ما بينهم زادت وصلوا لطريق مسدود سبب المشاكل الكتير أنه والدتي كان كل اللي يهمها الفلوس لما أمها اتوفت أمي قررت أني ترجع لبلدها وتعيش هناك عشان تحافظ على الورث اللي ورثته عن أمها بابا حاول يفهمها أنها ممكن تبيع ورثها تفضل جنبه في مكان شغله وتحافظ على بيتها وبنتها بس هي كانت مصممة كانت عايزانا نرجع مع أهل بلد كلنا ونبقى جنب ورثها كان كل اللي ههممها الورث والفلوس وبس لحد ما حصل الطلاق رجعت قريتها يا سالي وثبتني الواحدة في القاهرة كنت ساعتها في عددية لا عندي أخ ولا أخت ولا حتى قرائب وأبويا قرر أنه يوهب حياته كلها لي ما تجوزش بعد طلاق أمي وفعلا بعد الطلاق أمي فتحت مشروع واشتغلت كانت دايما مشغولة عني ومن وقتها وأنا فوادي وهي فوادي تاني خالص ولا كأنها أمي تلاتين سنة عدوا علي من غير أم رغم أن أمي عايشة وعلى قيد الحياة تلاتين سنة علاقتي بيها مجرد تليفونات حتى المكالمات دي كنتش بشوف فيها أي نوع من حانين الأم كتير كنت بحسني محتاجة لها أتصل بيها عشان أحكي وأفاتفض زي أي بنت سنها صغير محتاجة لحضن أمها واستغرب واتصدم لما تقولي إنها مش فاضية عشان عندها شغل وتغفل بسرعة كانت المكالمة بيني وبينها ممكن ما تعديش دقائق تلاتين سنة دايما مشغولة عني مش قادر أنسى ده غاية دلوقتي لما كنت بقعي طلع في التليفون كانت تقولي مدام في أكل في تلكتك عايزة أي تاني أمي مش معترفة بحاجة اسمها الحالة النفسية حالة نفسية عند بنت أمها بعيدة عنها هتصدقيني لو قلتلك إن كانت بتعدي علي أيام من كتر الحزن والاكتئاب كنت بتشاهد فيها وبحس إن مش هيطلع علي نهار بس بفضل ربنا حاولت أتكيف مع الطريقة دي وعدت الأيام والسنين لحد ما والدي توفى من 15 سنة اترجتها وقتها ما تسيبنيش لوحدي رفضت وقالت لي ليك يا رب اسمك كريم لا بجد أنا محتاجة أقف هنا شوي هو فيه كده ناس تقعد تعمل فلوس بتجري ورا الفلوس عشان تريح عيالها عشان ما تخليهمش محتاجين حاجة بعد ما يتوفوا عشان تسعيدهم حتى أنهم يبقوا كويسين ويعلموهم ويربوهم طب إيه لازمة الفلوس اللي هي بتجري وراها بنتها تعبينها ومش تلاقيها بنتك بتترجوكي بتبقي جنبها بتقولها ليك يا رب أصلا أنا مش فاضية أقف لي عشان عندي شغل تعالوا نكمل بقية القصة صدمتي فيها ساعتها كانت كبيرة قوي لدرجة أني جالي مرض اسمه الفايبروميالجيا وده مرض بيسبب سوء النوم التعب والتشوش الزهني والشعور بالوجع والتيبس في العضلات جات لي عقدة الخوف من المستقبل ومن بكرة ورفضت جوز لحسن لغي حد مش حنين علي منك يتخلى عني بسهولة زي ما أمي عملت شفتوا ما أنا فعنيش في حياتي غير معاش والدي اللي سطرني وحسسني بالأمان وكفاني شر الحوجة ده غير بيته اللي سطرني بعد ربنا سبحانه وتعالى ودلوقتي ماما كبرت في السن بقت عيشها لوحدها في القرية وبتطلب مني أروح أعيش معاها وأنا استحالة أقدر أعيش في القرية بعد ما ععدت في المدينة عمري كله خصوصا إنها ما عودتنيش على عيشة هناك حاولت أقناعها ترجع تعيش معايا رفضت وقالت إنها خدت على عيشة هناك في القرية فقلت لها وأنا كمان خدت على عيشة في المدينة حاولت فترة من الفترات إني أجرب عيشة القرية عشان أبقى جنبها بس تعيبت جدا جالي اكتئب من كتر العزلة لأن أمي اتعودت على العيشة لوحدها كنت بحس إن الوحدي حتى وأنا معاها كنت بقعد سكتة بالأيام لأنها مش واخدع الكلام معايا لما كنت بحاول أفتح كلام معاها وأحكي لها على مشاكلي وحياتي ألا هي مش مستوعباني لغة الحوار ما بيننا بعيدة جدا جدا كل دماغها في الورث والفلوس هو بس مش مستوعبة عمري اللي راح دايما انت عيرني بعدم الجواز بتتمنى لي الفشل طول الوقت وكل شوية تعيرني إني خايبة بتتعامل معايا كإني حد معرفة مش مستوعبة إني بنتها لحد ما وصلنا لنقطة الصفر مش عارفين نحل المشكلة لهي قادرة تعيش في العالم بتاعي بحجة إن شقة والدي صغيرة وبسيطة ويتعودت على البيت الواسع مع إنها هي اللي اخترت الشقة دي أول ما اتجاوزت بابا الله يرحم ولا أنا قادرة أعيش في القرية مليش أي صلة بيها ولا قادرة أتقبل تقصها أمي هي السبب في كل ده هي اللي طول تلاتين سنة كانت بعداني عن حياتها كانت مشغولة بالفلوس والشغل والورث دايما بتتحجج إن الورث ده هي الشي لهولي مع إنها مش قادرة تستوعب إن أجمل سنينة عمري راحت والورث ده عمره ما هيعوضني عن اللي راح ولا حرماني منها وأنا مش عارفة أعمل إيه وأنا مش عارفة أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة إكرام كل واحدة فيهم شايفة الحياة بشكل مختلف تماما على التانية مش قادرين يقربوا من بعض إحساس صعبة قوي على أي بنت إنها تعيش عمرها كله بعيدة عن أمها مش عارفة يعني إيه أم أساسا مع إن الأم لسه عيشة وبخير وربنا يديها الصحة إحساس صعبة جدا على أي أم إنها تكبر في السنة تبقى محتاجة لرعاية بنتها محطش يدخل على آغير بنتها بس بنتها مش قادرة تقرب بسبب الحاجز اللي ما بينهم طب اللي حصل ده ممكن يتصلح تفتكروا وإزاي الاتنين ممكن تاني يرجعوا لبعض يبقوا كويسين مع بعض وعرفوا يتعايشوا مع بعض بزمتكم مش في ناس كتير قوي عايشين في الدنيا دي وحاسين إن هم لوحدهم حتى وأبوهم واموهم موجودين اشتركوا في القناة